مجزء لأهم وآخر الأنباء أهلا بكم بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي فرقية تهنئة إلى أخي خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمى بن عبد العزيز السعود بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وعضاء المجلس والحكومة والشعب اليمني عن خالص تهانه وتمنيانته لجلالة المولك بموفور الصحة والسعادة وللشعب السعودي الشقيق كل التقدم والرخافظ لقيادته الحكيمة وأشهد فخامة الرئيس بالعلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين وبما حققته المملكة العربية السعودية من نهضة عمرانية وتنموية ومواقفها المشرفة إلى جانب الشعب اليمني وقيادته الشرعية كما ثمن فخامته الدعم السخية الذي قدمته المملكة مؤخرا للموازنة العامة للدولة ومساعيها من أجل تجديد الهدنة وإحلال السلام والاستقرار في بلادنا كما بعث رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية كما أثنى فخامة رئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي على الشركة اليمنية الأمريكية لحماية التراث اليمني العريق وعرب فخامته باسمه ومجلس القيادة الرئاسي والحكومة خلال حفل استرداد قطعتين ثريتين يمنيتين نادرتين في متحف المترو بلوتان للفنون بنيويورك يعود تاريخهما إلى الألفية الثالثة قبل الميلاد والعصر البرونزي عن عظيم الشكر والعرفان للحكومة الامريكية وجميع المؤسسات الثقافية والفنية والمدنية التي ساندت جهود الحكومة اليمنية لحظر استيراد وتصدير الممتلكات الثقافية بطرق غير شرعية وخلال الحفل وقع سفير بلادنا لدى الولايات المتحدة محمد الحضرمي ومدير متحف المترو بلوتان ماكس هولن اتفاقية تعاون بين الجانبين تضمن استرداد القطع الأثرية اليمنية ومواصلة العمل على حماية التراث الثقافي والحضاري العريق للشعب اليمني الى ذلك عقد فخامة رئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي ومعه وضو المجلس سعيد روس الزبيدي لقاء ثلاثيا دوليا ضم المبعوث الامريكي الخاص تيم دليندر كينغ ومدير دارتي الشرق الأوسط بالخارجيتين البريطانية والفرنسية ستيفان هيكي وانغريلو وخلال اللقاء استعرض مستجدات الوضع اليمني والضغوطات المطلوبة من القوى الكبرى لدفع الميليشيات على الحوثية على التعاطي الجاد مع الجهود الرامية لتجديد الهدنة وإحياء مسار السلام في بلادنا كما تطرق اللقاء الى الإصلاحات الاقتصادية والخدمية التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وسبل الكفيلة بدعمها كخيار أمثل لتعزيز فرص السلام وتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني التقى فخامة رئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي ومعه وضو مجلس عيد الروس الزبيدي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الإنسانية مارتين جريفث على هامش اجتماعات الدورة الثامنة وسبعين لليمعية العامة للأمم المتحدة وبحث اللقاء في التدخلات الإنسانية الطارئة والأعمال الإغاثية التي تقودها وكالة الأمم المتحدة في بلادنا والجهود المنسقة مع المجتمع الدولي لحجد المزيد من التمويلات وتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم والتي فقمتها لعجمات الإرهابية الحوثية على منشأة النفطية وأكد رئيس مجلس قيادة الرئاسي حرص المجلس والحكومة على تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمنظمات الإنسانية وتعزيز دورها في تقديم المساعدات المنقذة للحياة في مختلف أنحاء البلاد شدد وزير الخارجية وشؤون المغتربين دكتور أحمد عوض من مبارك على ضرورة أن تناقش قمة المستقبل التحديات الأمنية العالمية التي تشكل تهديدا جادا للسلم والأمن الدوليين وضرورة احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وقال بمبارك خلال مداخلته في الاجتماع التحضيري لقمة المستقبل المنعقدة في نيويورك أن هذه التحديات تستدعي تعاونا دوليا فعالا وتدابير مشتركة لتصدي لها لسيما تلك التهديدات المتعلقة بالإرهاب ودعم الميليشيات المسلحة لزعزعة الأمن والاستقرار في الدول وتطرق وزير الخارجية إلى تغيرات الاقتصادية العالمية الحالية وأثرها على الدول النامية مؤكدا على ضرورة مساعدة الدول النامية والأقل نموا في مواجهة تبعات التغيرات المناخية التي لم تكن سببا فيها وصلنا لنهاية الموجز قدمنا لكم من قناة عدن الفضائية في أمان الله اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر